السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير ومهنيين اليوم ان شاء الله البنات تجدكم بوصفة بزاف هيلة اللي هي حلوة سنيوة يعني حلوة سهلة واقتصادية مكوناتها موجودة في كل بيت نحن نخدمها غير بالزيت ودي من الوع ما يكون فيها طبقة من الفوق يعني فيها مزيج من الادواق من حلوة الترك والكونفيتور يعني تدي بزاف هيلة كما راكو تشوفو دي طبقة حمالك وبزاف بنينة نتمنى ان شاء الله تعجبكم اذا عجبتكم ما تنسوش تشدعونا بلايك وتخليولي رايكم في التعليقات نبدأ و بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحضير حاكذا كما راكو تشوفو البنات نبدأ وحنا في غي سيبيون نحط 3 حبات بتاع البيض نزيد عليهم كاس غير ربع تع السكر عادي لاظاني نخلط ملاح هاد المكونات السكر مع البيض حتى اللي نشوف نحس لي السكر بدايذوب هنا يا باش الحلوة تعني دينا بنينة لازم نديرولها مبشور الليمون ورشة تع الملح وحطيت نصف كاس تع الزيت عاكذا كما شفتو في اللو نخلط ملاح البيض مع السكر كي نشوفوه السكر بدايذوب نحط الزيت ونخلط ملاح هاكذا نخلط ملاح حتى اللي يدخل ملاح الزيت ونبدأ نحط هنا يا في الفارينة نحط الكاس اللول ونزيد كيس خميرة الحلوة ووزن عشرة غرام هاكذا وراح نحط الكاس الثاني تع الفارينة نغلب لهادو اللولين وللكاس اللول مع كيس خميرة الحلوة ونزيد الكاس الثاني هاكذا هاكذا ونبدأ اللم في العجينة تعي هاكذا نخلط ملاح انا راح نزيد الكاس الثالث هاكذا هاكذا ندخلنا ثلث كيسين ونصف تع الفارينة راح نتحصلوا على هاد العجينة كيما راكوا تشوفو راح تتلاتقنا شوية في اليد اللي لان نخدم بها بسحكين نمسوها باليد اللي راح نشفى ننقوها ما تلسقش هاكذا نحط كميات تع الفارينة في اللي في يدي لنحي كامل هادي كل اللي كانت لسقه في يدي وندهن يدي مليح بالزيت نعرفوا اللي العجينة تع الزيت تلسق في اليد ندهنها مليح ونلمها ونجيب سنيوه ها اللي راح نخدم فيها انا فرشت لها بابي كويسة كيما نقدرون ندهنها غير بالزيت ونرشوها بشوية تع الفارينة نمشي مليح العجينة تعي هاكذا نمشي ها هنا يلي تحب الحلوة تحاجيها شوية عالية تديرها في سنيوه تكون صغيرة شوية على هادي انا سنيوه تاعي هادي فيها ثمانية وثلاثة عفوا خمسة وثلاثين على خمسة وعشرين سنتين هاكذا وهنا يبطهرت على المغرفة هاكذا يندهنها بشوية تعزيت ونحاول كيفاش نتقملها كامل الوجه تاحها هاكذا نمشي ها مليح ونديرها على مستوى واحد ونحطها في الفرن هنا يلبنت نحطها الطيبة غير نص طياب برك ما نطيبوهاش كامل يعني كي نشوفها تحمرت شوي يعمل عطا مع الاطراف نحيوها كي ما راكوا تشوفوا هنا بعد ما حطيتها في الفرن اللي كنت مسخنته مقبل على مية وتمانين داراجة كي شتها بدات تبدي لونا مع الاطراف كي ما راكوا تشوفوا غير تبدأ تصفار برك النحيان لكن نقرب لكم مليح هاكذا الكاميرا باش تبين كي ما راكوا تشاهدو غير تبدأ تصفار شوية برك تنشف وتبدأ تصفار شوية برك النحيان كي ما راكوا تشوفوا هنا يا قاعدة لنا شوية العجينة معليش ما يهمش نطقبوها غير بشوية تعال الفرشيطة ونجيب هنا ها الكونفيتوك تعال مشماش معجون تعال مشماش نحط هاكذا يا حاول لي زوج مغارف كبار يكونوا معمرين مليح وهنا يا العجينة التاعنا راه هي سخونة يعني راح يتمشلنا فسيلا هاد الكونفيتوك من الفوق ونحاول هنا يا ما نوصلوش للأطراف هاكذا باش ما يسيلش وكي نعاودو نحطوه في في الفرن راح ينحرق لنا هاكذا نحاول كي باش ما نوصلوش حتى للطرف نمشيه مليح في الوسط بهالطريقة هاكذا وكي نشوفوه قليل يعني نزيدو كمية انا هنا راح نزيد ملعقة هاكذا نمشيه كامل مليح بعد ما نمشيه هنا يا عندي حلوة الترك كمية حلوة الترك كما راكوا تشاهدو راح نمشيها كامل من فوق راح نمزحها كامل من فوق المعجون هاكذا لي راح تمدلنا بنا بزاف هيلة يعني راح تجيم علكة مع هاد الكونفيتوك وتمدلنا بنا بزاف هيلة وفي الاخر هنا عندي كمية تعال الكوكاو ايفيلي هاكذا مشي محمص راح يعني راح يتحمر في الفرن ونمشيه كامل من فوق ندير طبقة تعال الكوكاو فوق حلوة الترك ونعاود ندخلهم للفرن كي نشوف الأطراف بداوي يولو لي ماغو بداوي يتحمرو شوية ما خليوهاش بزاف باش ما تنحرقش نشعلوها من فوق يعني تتحمر مليح هاداك الكوكاو ونحيوها وكي مرة كنتشوفو هنا البنت بعد ما طابت لي هنا كي ما قلت لكم خليتها طابت من تحتها كي يدت هذ اللون يعني تجي ما تجيش طيبة بزاف تجي اللون التحها يجي ضوغي نطفلها من تحت ونشعلها من فوق حتى ليتحمر لي كامل هاداك الكوكاو ونحيها وحنا يا بعد ما نخرجها نخليها شوية برك واحد وخمس دقائق ونرشها كامل بالسيكرو غلاس من فوق كي ما نقدرون نخليوها هاك داك بلا ما نديرو لها سيكرو غلاس ونقسمها أنا هنا راح نقسمها مربعات كي ما نقدرون نقسموها معينات بهاد الشكل كي ما راكوا تشوفوا البنات الحلوة تعليومتي بزاف بنينا يعني بهاديك الطباقة اللي درناها من فوق تعال الكون في تو والحلوة التورك والكوكاو راح يمدوا بنا بزاف بزاف هيلة هاك دا راح نقسمها معاكم كي ما راكوا تشوفوا يعني دوب فليت قبل الفم لابات التاحا دي طرية دي حشيشة وبزاف بزاف هايلة كي ما شفتوا يعني ما نشف نجم مليح لابات فهاك دا بشتين الخفيفة وده حشيشة وكي ما راكوا تشوفوا هنا هي لابات كي تكون شخونة كي نديرو لها الكون في تو وراح يتشرب هاديك الكون في تو ويدي بزاف هايل وقدمات قعد هذه الحلوة قدمات دي بنينة وترتاب كتر وكتر هاكدا كي ما نقدرون نحطوها هاكدا في الكيسات نحطوها هاكدا للطياف ولا ندوها في ايدنا يعني حلوة تحمر لوجه وتجيب الزاف هيلة وهذه هي الوصفة عنها اليوم لابات نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتتربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات وكل عادة نقولكم ما تنسوش تجعونا بلايك وتعليق بقالي غين قولكم تهلوا في روحكم وإلى وصفة أخرى بإذن الله مع السلامة شكرا